سائل يقول تشاجرت مع زوجتي فسبتني بأقدر أنواع السب وسبت معي والدي ووالدتي وأصلي وفصلي وزريعتي كما قالت لكن الذي دمرني هي تلميحها القاتل إلى أن أمي ليست شريفة وأمي من التقوى بمكان سؤالي أريد أن أعرف هل يجوز لي أن أطلقها فأنا لا أطيق النظر إليها وقد هاجرتها منذ شهرين يا سيدي أتقول بأنك تخاصمت مع هذه المرأة وسبتك ولكنها سبت باباك وسبت يماك وسبت أصلك وفصلك وزيد معنات لك باللي يماك مراهيش شريفة وهذه كارتة هذا يسمى قذفا قذفا في الشريعة الإسلامية عليها أن تقيم حجة أربعة شهود وإلا الشريعة جلدة جلدها ثمانين جلدة أي كارتة هذه المسألة أي كارتة مصيبة كبيرة اسمع إلى القرآن وهو يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا بغير ما اكتسبوا لك أنت اختلفت مع رجلك واش عليه داوام الحال من المحال هذه عائلة ويختلفوا يختلفوا ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من علامات المنافق أنه إذا خاصم فجر إذا خاصم فجر أنت ما كفى سبيتي راجلك زتلوا يماه باباه وأصلوا وفصلوا أصلوا وفصلوا يعني الزريعة انتعوا يعني أصله إلى آدم عليه السلام ويا ذرا هذا الطريق واش فيه من أنبياء ومن صالحين ومن تقات ومن علماء حسبنا الله ونعم الوكيل وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر سباب المسلم فسوق يعني من الفسق أن نكتسب إنسان مسلم وأما قتاله يعني تروح تتصار معه لا تتقاتل معه لا تقتله فهذا يدخلك في باب الكفر يعني هنا إذا استحل أن يقتله الحديث محمول على إباحة القتل فإذا أباح قتل المسلمين فهذا من الكفر اسمع إلى القرآن وهو يقول عن الحالة التي أنت فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والتي تخافون نشوزهن فاعظوهن وهجروهن في المضاجع وضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليًا كبيرًا في صورة النساء هنا وضربوهن وضربوهن ما روش معنتها الضرب الذي نعرفه لا لا ما روش معنتها الضرب الذي نعرفه إن شاء الله ندي حلقة خاصة في معنى الضرب الضرب هناك كما الضرف التيمم كما ضرب الله مثلا كما ورد في القرآن الكريم كلمة الضرب على معاني كثيرة إذن هنا فضربوهن وضربوهن يعني شدها بقوة يعانقها بقوة ويهزها ويقول لها اتق الله يا إمرأة اتق الله أنا راحل للطلاق ونتتشرد هذه العائلة ويتشرد الأطفال والبنات هكذا يهزها هزا ما روش كما يفهمه الناس بمعنى يقبض مطرق ويضربها يضربها لا الضرب ورد في القرآن على عدة معاني ولم يرد بمعنى الضرب الذين عرفوه إلا إذا كانت هناك آلة قلنا ضرب بعصاك الحجر قلنا ضرب بعصاك الحجر لما ذكر العصا علمنا أن هنا ضرب حقيقي ولكن إذا لم تذكر الآلة إذا لم تذكر الآلة فليس الضرب كما يفهمه الناس ولكن أنا تحيروني والله تحيروني أنا سمحوني يعني اسمح لي الأخ الكريم يعني راجل مرتك سباتك سب لك يمك سب لك أصلك فصلك تتهم لك يمك بلي شريفة يعني أنت بحاجة إلى فتوى أنت بحاجة إلى موقف المهم من باب الشريعة يجوز لك أن تطلقها ولا شيء عليك ولكنني أنصحك البداية البداية لا تطلق وإنما إن صحها فإن انتصحت واستجابت واستغفرت وندمت على ما فعلت واعتذرت أسكت ولا تطلقها وأما إن استمرت وجعلت من السب عادة فلا تبقى معها ترجمة نانسي قنقر